هتقولنا بقى الحالات اللي كانت في مباراة اليوم عشان الكابتن واجيه أحمد يعلنا عليه عشان نتكلم معي قبل الهواء على كام حالة كده مهمين جدا قولي يا جماعة هنبدأ بحالة ايه؟ دي مباراة ايه؟ دخلية؟ دخلية ومين؟ دخلية أسوان دخلية أسوان هنا ركل الجزاء ده مركز الحكم يسمح له أن يقدر الحالة ولكن عايز يشوف التركيز بتاع الحكم المساعد كرة ما هل الكرة تلعت بره الخط ولا لأ؟ كمّل اللعبة بص هنا هنا هل الكرة بره ولا جوه؟ صعبة صعبة هنا الحكم المساعد كان يعني متأخر شوية كمّل كمّل لعبة صعبة ولعبة دقيقة هل الكرة ما تلعي؟ ساب اتطفق معايا خرج اتطفق معايا كمّل كمّل الكرة لا ساب ارجع فريم فريم سوية فريم سوية بص الكرة بره بره بكاملها يعني صح؟ صح؟ فين دور الفار لعبة دي حصلت ركل الجزاء والفار ما تدخلش والفار ما تدخلش اهي بره ولا ولا على الخط يعني شايفها بره انت شايفها بره اه والله هو اعلم ممكن تبقى لابس الخط في لعبة بس انا السورة كده بتقولي انها بره اخر حاكة يتبر يعني انا بقولك لعبة صعبة اه ولعبة جدالية هنا كان لازم على قليل الفار يدخل هنا كان لازم الحكم هنا ده ركل الجزاء اه هنا الحكم الفار بشايك على ركل الجزاء صح ولكن كان لازم يقول له دي لي اه دي لي وخلني شايك على اللعبة دي الاول صح قبل ركلة الجزاء شايك على اللعبة دي لو شايك عليها كانت كان هيلغ ركلة الجزاء مزبوط فبالتالي بص اللعبة يعني انا يعني مش حارف بقول بالعين المجردة بتلعيد والله متوفق معايا كابتن كريم انا شايف انها ترى شايق وبرضو هي ازي ما احنا قلت هي في منتغى الصعوبة عشان ممكن ممكن تأديل الفار ليها انها لمست الخط ممكن بس يعني هي صعبة صعبة بتاقي طيب كمل كمل اللعبة حصلت ركلة الجزاء اه دي النهاردة دي لعبة تانية ده ماشي الاسماعيلي والاتحاد اه دي حالة حالة مهمة اه هنا الحكم اه صباحي اه كان قريب وهنا الحكم الفار تدخل هنا هنا الرجل المدافع طلق يلعب الكرة بدماغه ووضع الايد غير طبيعي بتاع المهاجم الاسماعيلي بس ايدينه لا ارجع تاني اللقاء تلقى قبل كده اللقاء تلقى قبل كده الاونية خالص اه اتلاقي دي اللي اتنين فوق بص حذرتك دي اللي اتنين فوق ده مش وضع طبيعي مش وضع تشريحي اه اي نعم الباك بيطلع من وراء ولكن الباك انا بطلع عشان اعمل جنب واطلع هلعب صح شيء طبيعي صح ولكن اليد اه سندة وكل حاجة بس ده التحام طبيعي مسموح ان نلعب به بس الوضع التشريحي بتاع ايد لعب الاسماعيلي كان غلط كان غلط فبالتاله لما خبطت في الايد لعب الاسماعيلي وتصلحت بقت اه رجعنا لل للعبة للفارب قبل كده وقال له انه لمسة يد قبل ما ما تيجي جول وهنا بص حضرتك هنا الصباحي راح ولغى واحتسب لمسة يده وعيشاور بايده على انها لمسة يد عظيم هاتوا اللي بعدها اه لمسة يد واضح طيب دي كرة اخرى دي ديرك للجزاء لو جبنا الحالة التحكمية هنا اللاعب كابتن كريم اللاعب هنا في موقف تسلل صح كابتن كريم هنا التزديد على المرمى التزديد على المرمى لو اصطدمت بقدم اللاعب الاسماعيلي وراحت لأي لعب في موقف تسلل تسلل ده اسمه فيه فرق بين بص اللعبة اللعب في موقف تسلل يعني هي تسلل فعلا ولا اه تسلل 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 اللعبة هو موجود في موقف تسلل هنا فيها انحراف هنا اللعب متعمد هنا مش لعب متعمد هنا انقاذ متعمد هنا أنا بنقذ مرماية بص حضرتك جات في رجل اللاعب الاسماعيلي وراحت اللاعب موجود في مواقف تسلوا هنا متعتبرش جاية من الخست هنا جاية من انقاذ ان كرة متشاطة في المارمع انا بنكس مارماير لاعب الاسماعيليff بينكس مارماية كرة متشاطة اهيه في اتجاه المارمع ايو حلاغ تتحدث على فكرة انه محدش يقوله ان الكرة جاية من لعب الاسماعيلي اه كان دا لو وقف لو بواصية متعمل نربع عليك صح لان هي انا بنقذ مرماية في التسديدة في اتجاه المرما كرة ضربت في اللعب ولا اتكلم بقى في الحراف هنا راكل الجزاء لو كانت راكل الجزاء طيب الكرة دي اللي يسجل منها لاتحاد هدفه كان فيها شك انها تسلل انه انه شفنا هنا الحكم المساعد رفع رفع انها تسلل انا انها تسلل لو شفنا الحالة الفار اه هنا اتعامل معها انا شايف قرار الفار بشكل صحيح في الحالة ولكن اللعبة هو قد يكون اعتقد ان كرة هتروح للعب اللي وراء خالص الاخضر اقول اللي في موقف تسلل وارد جدا هي مش تسلل هي مش تسلل حالك شفها مش تسلل رغم انه تمركزه صحيح تمركزه رائع جدا ولكن الحالة التحكمية هتلاقي الرجل بتاعة اللعب الاسماعيلي مغطي التسلل اه وانا شايف طيب ملحوزة هنا بسيطة كابتن وجيه طيب كابتن انا انا بفرج على لقطة ديات تقريبا الفار قاعد يكلم حكم المباراة حوالي خمس دقايق ويمكن اكتر كتير اوش لدرجة قلت يا جماعة ايه مش كيميا لعبة صعبة كابتن كريم صعبة لعبة صعبة لعبة صعبة وفي طوكت صعب بس يده في اكتر من كده في الدورات بره كابتن عشان عندهم التقنية عندهم التقنية قاعد تقنية خط التسلل صح عندهم التقنية التسلل الجديدة اللي جاية فمتاخدش وعب صح وفي حد متخصص قاعد قاعد ليها يعني في كاس العالم الأندية فارو ايه فارو التسلل صح بس يمرضوا كتير يا كابتن ويب صراحة انا النهار ده رفع ماتش خمس دايق يعني طولت نشوف اللي بعد احتسبة بعد كده طي ماتش سيراميك لوباترا وامبي توتدي انا في حالة مهمة جدا في الماتش ده هنا اعتقد لعبة صحيحة حكم المساعد بس دقة اللعبة بص حضرتك مائل بس براسه صح مائل براسه بس فدي تسل تسل طيب عظيم كرار صحيح من الحكم المساعد رفع الرأي وتمركوز الرأي في لعبة بقى اللي بعد لعبة في الاخر في الديئة حوالي 6 وخمس ايوا اللعبة دي هي دي لعبة سليمة بص حضرتك من التسلل انا بلعب الكورة انا اللي بلعب الكورة لعبتها ضربت في الباك ورجعت لي تاني اه ازي كانا اصلا في البداية موقفي سليم بص يا كابتن كريم انا اللي بلعب المدافع اللي لعب الكورة اه حسب تسلل على محمد ابراهيم اه وانا اللي لعبها اصلا طب ازاي بقى اه اصلا حتى اصلا خلينا اقول ان واحد غير محمد ابراهيم اصلا ده لعبة متعمد ارجع تاني للعبة بعد ايذن حضرتك ارجع شوي لا ارجع تاني من بداية اللعبة ايجب عليك من الاولى كابتن اهو خلينا اقول ده محمد غريمو في موقف تسليم اهو 100% ماشي اه تكمل مفيش تسلل في اي حال من الاحوال الا لو ضربت في اللحمر وراحت لمحمد ابراهيم اه هي ضربت في الباك ورجعت لمحمد ابراهيم ازا كانا اصلا اللي لعبها فين التسلل يا خبر بيتها كابتن وجي يعني ده خطأ ده خطأ قانوني واضح خطأ خطأ فني اه خطأ تقديري وحتى طب ازاي ازاي الفار والفار والحفار الملعب الاتنين يغلط ممكن يحصل خلل بصري او عدم تركيز من الحكم المساعد ولكن الفار دول الفار الفار بص حضرتك يا خبر بيتها كابتن انت ده اللقطة دي كاريسية طبعا ده اللقطة دي انا بس انا تخيلت دلوقتي لو حصيت لأهلي او زمالك لا والسراميكا اتغربت او يعني قصيت من نتيجة المباراة بشكل واضح اه اه اما كان لأهلي وزمالك بالجمالية والزخم لو الحالة دي فأهلي وزمالك صعبة صعبة خلي بالك يعني عارف عارف ممكن ان انا اقول لو راحت لواحد غير محمد ابراهيم وكان في نفس المكان برضو لعبة متعمل لان انا كمدافع بنامو بعمل تاكلنج ولعبتها يعني انا بلعب يعني مش خبطت فيا مش خبطت فيا مش انحراف بالضبط انا انا يعني انا اللي بنامو بلعبها يعني اصبح اصبح لعب متعمل فبالتالي برضو حتى مفقاش فيها تسلل بالك بقى ان انا محمد ابراهيم اللي بلعبها بالعرض والبق بيرجعها لي تاني التسلل من اين صحيح كان اصل لمحمد ابراهيم في بداية الحالة سليم وفي نهاية الحالة في اي حال في اي وضع من الاوضاع سليم صحيح صحيح اشتركوا في القناة